طيب الزكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وكذا نوع من الانواع لو تدينا اولويات سوء العمل في طلب خرجي هذه التخصصات ايه وكم عدد التخصصات اللي نقدر نقول عليها سوء العمل بيطلوبها دلوقتي هو حضرتك تعلم الالة او اللي هو الماشين ليرنج دوت مطلوب في كل حتة ان ده هو اساس كل انظمة الزكاء الاصطناعية ان الالة بتتعلم تعمل حاجة ده رقم واحد ده رقم واحد تحليل البيانات ده حاجة جديدة شوية لعدم موجود البيانات قبل كده تحليل البيانات ده بيجي في التسويع الالكتروني في عمل خطط استراتيجية في معرفة نوعية المستخدمين لهذه المنظومة وطبعا السيبر سيكوريتي والتأمين اللي يكون حاجة بتتكلم قبل الهوا عليه ده طبعا حاجة يعني مهمة مش مهمة ده حاجة ملحة لان احنا شفنا فيه هجمات سيبرانية حصلت على مشر في بعض الخدمات في بعض الاوقات قريب يعني من شهرين تلاتة فوجود خدمة تأمين سيبراني ده مهمة جدا 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 وملحة لان احنا ما نقدرش نشتنى احنا فيه دول بتحاجم بعض بالطريقة دي يعني طيب يعني الوظيف دي انا النهاردة طالب في السنوية عامة ايه الوظيفة التكنولوجية اللي انا اقدم فيها كتخصص في جامعة عشان اضمن الوظيفة دي لما اتخرج يعني حدك تعدلي كده الكليات التكنولوجية المضمونة في العشر سنين الجاي كوظيفة هي الكليات التكنولوجية اللي مضمون عليها الطلب في العشر سنين الجاية هتبقى في مجال الرقمنة والتحكم الالي والزكاء الصناعي لان كلها دي محاجات مرتبطة ببعضها فحنا بنتكلم على هندسة حاسب آلي علوم حاسب آلي كليات زكاء الصناعي فيه في كليات الأداب فيه برامج خاصة بنظم المعلومات الجغرافية ده معمول الجاي اس ده معمول بالكمبيوتر ده برضو تحول رقمي فيه في كليات تجارة فيه حاجات بتتكلم على تخصص نظم المعلومات او البيزنس انفورميشن سيستم فكل التخصصات اللي فيها انفورميشن سيستم او زكاء صناعي او مايكانة دي هيبقى عليها طلب اكتر نتيجة تغير المجتمع من مجتمع غير رقمي لمجتمع رقم فعلى الوظائف اللي هتفتح في هذا المجال وكمان فيه تطبيقات في مجال الزراعة برضو باستعمال الاي او تي والزكاء الصناعي والتحكم فيه الرأي كان نمبرح كنا في حاجة في الاكديمية البحث العالمي في ورشة عمل ويتقال كده عندي كل الفددين دي ازاي حاضر اجيب حد يتحكم في مصارات الري او يتابع نمو النباتات فالحال ان هم بيستعملوا الاي او تي او انترنت الاشياء في هذا المجال فمجال الميكانة والزكاء الصناعي حيمس جميع انشرة الحياة بتاعتنا ونديجة لكده احنا بنتطر ان احنا نقول يا جماعة خلي بالكو انتوا متروحوش للاماكن التقليدية متروحش الوظيفة التقليدية روح لوظيفة هيكون عليها طلب فحيكون عليها طلب يبقى عليها سعر عالي ان الوظيفة اللي فيها ناس كتيرة مرتبتها او دخولها مش عليها